شدد عضو اللجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب حسام مندوه على أن الحوار الوطني يحاول وضع حلول لتحديات التعليم جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني بنتكلم على فكرة تطوير التعليم قبل الجميع اللي احنا بالفعل بدأنا بيها منذ 2018 قدام فخامة الرئيس حمفتاح السيسي في مؤتمر الشاب السادس فاحنا لكن وقت تطبيقها أو أصناق تطبيقها وجهتنا تحديات كتيرة جدا عايزين ما نقعد نحل هذه التحديات اللي هي بالضبط اللي هو المعلم كسفة الفصول المنهج الدراسي البيئة التعليمية اللي هي المدرسة بتاعتنا والمعامل والملاعب تطبيق الأنشار الصفية واللصفية دي كلها ملفات مهمة جدا